بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم نكمل ما أخذناه في الدرس السابق حينما تحدثنا عن أولويات التخطيط ودرسنا هو الجزء الثاني من درس أو الدرس التاسع والعشرين أولويات التخطيط أبنائي وبنات الطلاب في درسنا السابق تحدثنا أنا وأنتم عن الأولويات ما هي الأولويات أبنائي وبنات الطلاب ما هي الأولويات نريد أن الجميع يشارك ما هي الأولويات نريد أن الجميع أبنائي وبنات الطلاب يشارك ما هي الأولويات أبناء ممتازين أحسنتم هي ترتيب الأعمال والأنشطة من حيث الأهمية وأيضاً مراعاة الوقت إذن الأولويات هي ترتيب الأعمال والأنشطة الخاصة وفقاً للأهمية مع مراعاة الزمن المطلوب لتنفيذ هذه الأعمال وهذه الأنشطة بحيث نبدأ بالأهم ممتازين المهم ومن ثم الأقل أهمية مع مراعاة وأن نضع في حسباننا وأمام أعيننا ماذا؟ الزمن أبنائي وبنات الطلاب دائماً أشير لها بالساعة إذن الزمن أبنائي وبنات الطلاب لا بد أن نضع الزمن أمام أعيننا في ترتيب أولوياتنا وأعمالنا والأنشطة التي نقوم بها نرتب الأهم فالمهم ومن ثم الأقل الأهمية مع مراعاة الزمن مع مراعاة الزمن أحسنتم أبنائي وبنات الطلاب كيف نحدد أولوياتنا أبنائي وبنات الطلاب؟ كيف نحدد الأولويات؟ ها أبنائي تعرفنا في الدرس السابق على أسلوبين أو أساليب تحديد الأولويات؟ ذكروني بها أبناء وبنات الطلاب ما هي الأساليب والطرق التي نحدد فيها أولوياتنا أبنائي وبنات الطلاب؟ هناك أسلوبين أخذناها في الدرس السابق ما هي؟ نريد أن جميع شارك فكروا فيها قليلاً أبناء وبنات الطلاب وتذكروها جميعاً ما هي؟ أكتبها لكم أبنائي ما هي الطرق أو الأساليب التي نحدد فيها الأولويات؟ ها أبنائي ما هي الطرق والأساليب التي نحدد فيها الأولويات؟ ممتازين أحسنتم أبناء وبنات الطلاب إذن لدينا أسلوبين وطريقتين نحدد فيها أولوياتنا أولاها أحسنتم تحديد الأولويات من حيث الزمن والثاني ممتازين تحديد الأولويات من حيث الأهمية وهو ما سوف نتعرف عليه في هذا اليوم في هذا الدرس إذن أبنائي لدينا أسلوبين ماذا؟ تحديد الأولويات من حيث ماذا؟ الزمن ممتازين وهو ما أخذناه في الدرس السابق رقم واحد رقم اثنين تحديد أيضاً الأولويات من حيث ممتازين الأهمية وهو ما سوف نتعرف عليه في درسنا لهذا اليوم أبنائي أخذنا في الدرس السابق تحديد الأولويات من حيث الزمن تقسم الأعمال من حيث الزمن إلى قسمين ما هي الأقسام التي من خلالها نقسم الأعمال إلى قسمين الزمن إلى قسمين ما هي يذكرون فيها أبناء وابناء تطلاب ها أبناء وابناء تطلاب ما هي؟ أحسنتم هي أعمال قصيرة المدى التي لا بد أن تنفذ في ممتازين في أسبوع في يوم ولكن لا بد أن لا تتجاوز الأسبوع هي الأعمال قصيرة المدى الأعمال طويلة المدى ممتازين هي التي تكون ممتازين أحسنتم في أسبوع أو أكثر من أسبوع في شهر في فصل قد تصل أبناء وابناء تطلاب إلى سنة هي الأعمال طويلة المدى كما هو موضح مامنا قسمة لو يفصل لشهر والأعمال قصيرة المدى هي التي لا بد أن تنجز وتنفذ خلال فترة قصيرة أبناء يخذنا في الدرس السابق الأعمال أو تحديد الأولويات من حيث الزمن في هذا الدرس أنا وأنتم نتعرف على الأولويات من حيث الأهمية وهي إحدى فنون إدارة الوقت وإحدى فنون التخطيط فلا بد أبناء وابناء وطلاب أن نتعرف ونكتسب هذه المهارة ليومنا ولغدنا ولأيامنا المقبلة أبناء وابناء وطلاب إذن لا بد أن نحدد أولوياتنا من حيث الزمن ومن حيث الأهمية تعرفنا على تحديدها من حيث الزمن أن نضع أنها أعمال طويلة المدى أو أعمال قصيرة المدى ولكن من حيث الأهمية هناك أعمال تصنف وتقسم كالتالي لدينا أعمال مهمة أو عمل مهم وعمل غير مهم هل يكتفى بذلك؟ ها أبناء وابناء الطلاب إذن بداية أن نقسم أعمالنا إلى قسمين لكي نخطط التخطيط السليم لدينا عمل مهم وعمل غير مهم إذن في تحديد الأهمية ومن حيث الأهمية لدينا عمل مهم وعمل غير مهم نبتدي أبناء وابناء الطلاب بالأعمال المهمة وكيف نصنفها الأعمال المهمة كيف نصنفها أبناء وابناء الطلاب تصنف كالتالي عمل مهم عاجل ما معنى عاجل؟ إذن لدينا عمل مهم عاجل ما معنى ذلك؟ أي أنه لا بد أن يؤدى وينفذ على الفور إذن لدينا عمل مهم عاجل ينفذ على الفور هناك عدة أعمال أبناء وابناء الطلاب لا تتحمل التأجيل بتاتا عمل مهم عاجل أي أنه ينفذ فورا الصنف الثاني أو القسم الثاني هو عمل مهم غير عاجل ما معنى ذلك؟ أي أنه يجب أن يوضع في الجدول وأن ينفذ في أقرب وقت ممكن ولكن أبناء وابناء الطلاب يقدم المهم العاجل على المهم غير العاجل ومنها أبناء وابناء الطلاب نتعرف على الأعمال منها كما تعرفنا في الدرس السابق على الأعمال قصيرة المدى وطويلة المدى إذن أبناء وابناء الطلاب تحديد الأولويات من حيث الأهمية عاجل وغير عاجل العاجل أي أنه لا بد أن ينفذ حالا والغير عاجل المهم الغير عاجل يوضع في الجدول ويركز عليه وينفذ في أقرب وقت ممكن إذن انتهينا من الأعمال المهمة التي قسمت إلى عاجل وغير عاجل ننتقل إلى الأعمال غير المهمة أبناء برأيكم كيف يكون تصنيف الأعمال غير المهمة هل أنها تأتي كلها غير مهمة ولا نضعها في جدولنا أو في جدول يومنا أو نخطط لها؟ أحسنتم بل نخطط بل نخطط لها أيضا غير مهم وعاجل كيف يكون ذلك؟ هي يعمل بعد الانتهاء من الأمور المهمة أي حينما ننتهي من الأعمال المهمة العاجلة والأعمال المهمة غير العاجلة ننتقل إلى الغير مهم والعاجل هناك أعمال كثيرة وسوف نتعرف عليها بعد قليل أبناء وبناء الطلاب أعمال مهمة غير عاجلة أو عاجلة أي نبتدئ بها حينما ننتهي من الأعمال المهمة بتصنيفيها عاجل وغير عاجل هل نكتفي؟ بل هناك عمل غير مهم وغير عاجل هو الذي لا يركز عليه ويعمل بعد أن ننتهي أبناء وبنات الطلاب من جميع ذلك بعد أن ننتهي من الأعمال المهمة العاجلة والمهمة الغير عاجلة والغير مهمة العاجل نلتفت إلى الأعمال الغير مهمة والعاجلة ونقوم بإنجازها إذن أبناء وبنات الطلاب من حيث الأولويات من حيث الأولويات أبناء وبنات الطلاب لدينا مهم وغير مهم المهم أبناء وبنات الطلاب هو ماذا؟ ممتازين هو عاجل كيف يكون عاجل؟ ممتازين هو الذي لا بد أن ينفذ حالا وفورا وممتازين غير عاجل أي أنه يجب التركيز عليه ويبدأ فيه بعد الانتهاء من الأعمال العاجلة غير مهم أيضا عاجل ممتازين هو الذي يبدأ فيه بعد أن ننتهي من الأعمال المهمة بشقيها العاجل والغير عاجل الغير مهم أيضا ممتازين هناك أعمال غير مهمة وغير عاجلة أي بمعنى حينما ننتهي من المهمة العاجل والمهمة الغير عاجل وغير المهمة العاجل نبتدئ ونرتفت ونقوم بتنفيذ الأعمال المهمة أو الغير مهمة الغير عاجلة في حال كانت ضمن جدول تخطيطنا أبناء وبنات الطلاب أبناء لدينا أبناء جدول نضع فيه الأعمال المهمة والعاجلة والمهمة غير العاجلة وغير المهمة والعاجلة وغير المهمة وغير العاجلة أبناء وبنات الطلاب لكم أربع دقائق في حل هذا السؤال اشتركوا في القناة 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 وأعمال غير مهمة وعاجلة وأعمال غير مهمة وغير عاجلة ممتازين كحل الواجب أو واجب الاجتماعيات هو مهم أي ممتازين أداء الصلاة جماعة مهم ترتيب الغرفة ممتازين مهم الجلوس مع العائلة مهم استقبال ضيوف ممتازين أحسنتم ننتقل إلى الأعمال المهم وغير العاجلة أحسنتم إعداد الإذاعة لآخر الأسبوع ممتازين زيارة جدي في الأسبوع القادم إحسنتم موعد الطبيب آخر الشهر أو في نصف الشهر أبناء وبناء تطلب ممتازين تخرج أخي في نهاية العام ممتازين تعلم السباحة أيضا ممتازين مهم غير أي ممتازين غير مهم عاجل كالمناسبات المفاجئة الذهاب إلى السوق في غير حاجة ولكن يعتبر عاجل زيارة أحد الأصدقاء في مدرسة السابقة ممتازين تصفح مواقع التواصل الاجتماعي في حال الاحتياج له ولكن يكون غير مهم في ذلك مشوار غير مهم الأحد الممتازين أحسنتم الغير مهم وغير عاجل أحسنتم نشاطات غير هادفة مشاهدة برنامج غير هادف الخروج بالسيارة بغير فائدة النوم الزائد عن حاجة الجسم ممتازين إضاعة الوقت في مواقع التواصل الاجتماعي وبذلك أبنائي وبنات الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم بعد أن تعرفنا للأعمال بحيث أو لترتيب أولوياتنا من حيث الأهمية شاكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم أبنائي وبنات الطلاب بالتوفيق والنجاح